بسم الله الرحمن الرحيم وأصلي وأسلم عن إبيه الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من مطبخ أبو ساجل عن نبيك العادة اليوم أجد لكم وصفة الشاباتي وصفة هذه كانت في قناتي سابقا واليوم أعود نشرها لأنها وصفة تستحق المشاهدة وتستحق التجربة هذه الوصفة جاءت مشاعر الله اقتصادية جاءت روعة 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 كما نعرف كل في أي وصفة فيها مقادر كيفية التعذير روح نشوف بعضنا كيفية التحضير المقادر روح نشوفه يالله روح نشوفه يالله روحوا إذن هنا عندي فين كسعة عندي ستة كؤوس ونصف فارينة الكاس الساعة لكاس هو 120 مليلتر أنضيف ملعقة صغيرة ملح ملعقة ونصف كبيرة خميرة ثورية وأنضيف ملعقتين من الصكر وهنا نحرك النواشف مع بعض ندخل الخميرة هذيك والصكر مع بعضهم وكذلك الملح يحطيناها من فوق هذيه نخلط جيدا ونضيف هنا 8 ملاعق كبار زيت 8 ملاعق كبار زيت أو تقريب كاس إلى ربع كاس شاي زيت ونبسس فارينة نتاعي ملاح ندخل ذلك الزيت مع اللواشف ونحرك وهنا نضيف زوز كؤوس وربع حليب وما دافع يعني كل كاس نحط فيه نصف حليب ونصف ما دافع وليحب يحط الحليب واحده يحط ويحب يحط الماء واحده يحط أنا أعملت كل كاس فيه نصف حليب ونصف ما المهم يكون يعني دافع نعاود نحط الكاس الثاني ودايما الكاس يكون ساعة 220 مليا لتر هكذا بش تفهموني وتعرفوا يعني مقادير مضبوطة مقادير يعني تكون مضبوطة ولم عجينتي جيدا هكذا أنا أحنا أن تحصله لعجينة تكون تري ما تكونش تتلاسق تكون تري نضيف 4 كاس آخر تل حليب وهنا نكون لمية عجينتي كاملة نحاول ألمها مليح وندلكها بعض دقائق حتى نتحصل لعجينة تكون ملسا وتكون طيئة كما راح تشوفوا الآن يعني في الصارة نحاول دائما ندلكها حاول تدقائق شوفوا هنا عجينة بسم الله ما شاء الله تكون طيئة وتكون ملسا نحط كمية من الزيت ونحط الزيت من فوق العجينة كذلك نحط عجينتي هنا ونحط كمية من فوق حتى يعني نحط الغلاف هذا كما تصقش فيه كمية فقط ونحط لها بيدي نتركها تخمر جيدا حوالي نصف ساعة وكل واحد والحرارة اللي في بيته يعني درجة الحرارة اللي في البيت هي اللي راح تخلي الخميرة تطلع هكذا هنا بعد ما جنتنا خمرت تشوفوا بسم الله ما شاء الله طلعت يعني وجدت بسم الله ما شاء الله ولا أروح ولا أروح شوفوا العجينة كيف خمتنا معنا وهنا كي نترك العجينة تطلع مليح وتخمر مليح رح نتعامل معها يعني بسهولة نحطها فوق طاوية العمل هنا ونحاول نديرها على شكل يعني بودا ونقسمها على 8 قطع هنا عجينتنا نقسمها على 8 قطع أنا رح ندير 8 قطع شاباتي إذن نقسمها على 8 قطع نجيب كوبات ونحاول نقسمها وأنها ستكون سهلة جدا جدا مدام عجينتي أنا خمر تمليح ومرتاحة قلت رح نتعامل معها بكل سهول هنا نحاول نحاول نكوّر كامل نحط في طاوية العمل كل واحدة نكوّرها نحط على حداء هكذا نعاود هنا نقص كل كوايرة منها طرف بالعين مجرد وعندوا ميزان يوزن تكون واحدة فيها مئة غرام نحط على جانب كامل هنا نكمل العملية كامل وكما قلت نكوّرها من كامل ينقض بعد ذلك نروح هنا طاوية العمل ونجيب كمية الزيت نحطها فوق الطاوية العمل فوق اللوحة هذه ونحل عجينتنا هنا نعمل كم عمليتين نعمل عجينة بدون ورق طهي وعجينة فوق ورق الطهي يعني المبتدئات جيهم بكل سهولة يعني تكون سهلة جدا هذه بدون ورق الطهي نحطها تخمر ونجيب الثانية نحطها في ورق الطهي هذا سنعرف كيف تخمر عجينتنا ونعرف كيف نتعامل معها لأن لا يوجد الناس الكل الذين تعرف تقرس كسرة بدون ورق الطهي لأن مبتدئات شدود لأن عرائس لأن بنات يكبروا ويستعلم هنا نضع خمر قليلا ونضع فوق الطاجين كما ترى هنا نطيب كامل وبعد نقلب ها ونكمل ها على الجهتين الحواف أو الحاشية نقف ها فوق الطاجين ونحاول أن نطيب كامل أو نحاول كما قل هنا هذا أنا عندي هنا مقلات فقط تحديد ونطيب عندكم طاجين أو مقلات أو طاجين طاكوس يعني شيء الذي يمكن تطيب به نكمل ها كاملة ونحاول الأخرى فورق الطهي هذا نطيب هم قرصة بقرصة قرصة حتى نكمل كامل هنا يطيب من الأسفل نحاول ورق الطهي اسمه تسهال العملية ونعاود ونطيبوهم كامل كما قلت يعني ونحوشوهم كامل ونحوشو العملية الأخرى هكذا لابد هنا الحوش كامل نطيبوها نحوشو طوية عملية هنا رغم موجدين كما كما تشاهدون بسم الله ما شاء الله جاول الأرواح خفاف الداخل أنا نجيب عندي ستة بيضات نعم للملات نكسر كل البيضاء ونحط ها في إناء هذا حتى تحب خمسة بيضاء تربع بيضاء ستة بيضاء كل واحد ما عنده في البيت يعني ما نكلف شروحنا أنا عملت الثمانية هنا تعشباطي وعملت ستة بيضاء نحط كمية بصل كمية مع نوس ونضيف الملح ونضيف كمية فتل السود ونحرك هذه اللملات جيدا نحرك 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 مقلات نضيف للملات سهلة أنا نضيف كمية الزيت يعني قطرات أو ملعقة زيت ونضيف ملعقة كبيرة نقوم على شكل القرصة طيبة من الأسفل بعد نقلبها ونضيف على جانب وتعطينا الضوغ في شباطي ولا أرواع ولا أرواع شباطي تاليو معني اقتصادية ما فيها لأن مكونات غليم كثيرا لننعملها بالحمرح وننعملها بصدار دجاج لنعملها بطونة فقط نجلب على البطونة ونضيف كمية صدقون يعني تشبعوا منها بسم الله ما شاء الله تكلوا قرصة واحدة ستشبعوا كم ولا أرواع نجلب هنا سكينة المنشار ونحاول نفتح شباطي تاليو ركضة بما نستعينه نقص كسرت الخبز بالسكينة المنشار نجلب هنا كمية جبن طلاء مايوناز لنضع فيها رسا تطيعنا الضوغ والأرواع وكأنها يعني صوص الجريان نضع كاملة ونضع نضع 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 منها ما شاء الله هنا نضع الطناء نضع كمية قليلة كثيرة ومشي عندكم في البيت تضع يعني لا تكرف الشروح أبدا لأن الضوغ سيأتي ما شاء الله نضع نضع قليلا بصل ونضع جبن ساندويتش الجبن يعني يكون اختياري يجب من القطاع جبن يعني مرحي كما تحب ونضع الحرب أغرقناها ونضعها على جانب لكي نذهب ونصخناها في مخلعات النفس العملية قربتلك من الكاميرا فقط يعني نضع الجبن طلع ونضع كمية هريسة وهريسة دائما تبقى اختيارية يعني ما هي ضرورية وكذلك نبدأ نضع الأمولاد شوفوا بسم الله ما شاء الله الضوغ ولا عروح الضوغ يعني ما تخيل الضوغ هذا نضع كم فيها والشبطات هي تتنوى يعني أي حشو تضع فيها يعني لابد لأنه تكون عمليات فيها نضع كمية طونا نضيف لها كمية بصل كمية مع النوس ودائما نضع جمن صونتويتش أو أي جمن العملية هي كما الأولى الخطوات كل تعالونا نعملوها في الثانية وثالثة وكملوهم كل أنا جبت كمية ميوناز حتى من فوق هذه خطية ريا فقط يعني يعني يحط جبنطلاء وشعنك في البيت آآ 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 لا يكلف الله ونفس إلى وسعه وهنا كمية العمليات يعني أرم سبعة هنا واحدة ريت خطفة تكلت آآ جاو سخونين سخلناها في المقلات بعد محشناها جبنا واختياري وشتحب وحطوا فيهم حطوا فيهم متكلفوا الشروحكم المهم تكون البنة موجودة وتكون كسرتكم تكون خفيفة فقط لأن الكسرة إذا كانت معجنة لن تشبع منها ورحنا يجي ديقوتيون هذه شبطتي رأي وجدة بسم الله ما شاء الله أعطيكم الصحة على الإصغاء والمشاهدة جزاكم الله كل خير برك الله وفيكم وكما كامل ما كان شوتيفار يعني عنده قناة تقريب كبار ما يقرأ تعليقات يعني مر الكرام أنا والله نقرأ كل تعليق وكل تعليق يعني فيه دعوالية نفرح وكل تعليق يقول لي يا باب والعم تكون سعيد جد جد سعيد نجيبه هنا أحبة شبطي ونقسمها بالسكينة ورح تشوفه تقصد بسهولة بكل سهولة ما شاء الله ما شاء الله أنا حكمها بيد واحدة باش ميخرش للك الحشو فقط يعني وشوفوا القاوة متاحة وشوفوا الحشو الداخل ننصح كما تسخنها في مقلاة تكلوها وهي سخونة تجيكم ولا أرواح نفتح لكم نص هذا هذه مكونات هنا يعني الضيض والطون وبسل وجبن ضوء هبال 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 إذا نحبة نرى النقطة في التعليقات كامل كامل ويعجبوني وليستهل الرد ورد عليه وينقر تعليقه نحط له قلب من القلب إلى القلب إن شاء الله محبة متبادلة أربي يبرك فيكم وربي يحفظكم إن شاء الله أربي يتبذكم ويعطيكم نتمنو أربي يجزيكم كل خير تحياتي لكم وتمنى لكم كل السعادة والتوفيق في حياتكم وربي يحفظكم وليداتكم ووالديكم وربي يزيقكم بالدرية صالحة وما بقى لي إلا نقولكم يعني تهلوا في الواحكم والفيديو هذا نحبه وينتشر ويطلع شوية والسلام عليكم وأعطو الله وبركاته وصدقوني صدقوني إنه أحبكم أعطو الله لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر لما تذل روحك قل يا ربي يا معز فإذا بك تنهى وتأمر كريم لما يطور لما يكسر قلبك قل يا ربي يا جفور فإذا بالكسر يجوى قادر على ما لا يقدر لما تصير برا قل يا ربي يا الله يمتلئ قلبك سكة وهاب لما تصبر لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر لما تذل روحك قل يا ربي يا معز فإذا بك تنهى وتأمر كريم لما يطور لما يكسر قلبك قل يا ربي يا جفور فإذا بالكسر يجوى قادر على ما لا يقدر لما تصير برا قل يا ربي